ما فيش شك إن مدينة العالمين الجديدة كانت حديث الجميع كل الناس كانوا بتتكلم عن هذه المدينة لمدة تزيد عن خمسين يوم من أول استعدادات لإطلاق هذا المهرجان، مهرجان العالم العالمين في نسخة الأولى لحد نهاية هذا المهرجان والحد دلوقتي الكلام مازال مستمر عن مدينة العالمين وعن فعليات المهرجان طبعاً هذه المدينة بتعتبر واحدة من أهم الوجهات السياحية في الشرق الأوسط شفنا فيها طبعاً فعليات الدورة الأولى من مهرجان السياحة والطرفيها الأكبر في المنطقة مهرجان العالم على مين هذا المهرجان هو الأول من نوعه في مصر لكن تخيلوا حضراتكم ده أول مرة ننظم مهرجان بهذا الشكل ويطلع بهذا الشكل الرائع اللي خلى كل الناس تتكلم عنه وهذا المهرجان اللي جمع ما بين الفعاليات الفنية والثقافية وكل الأنشطة الترفهية والرياضية المختلفة يعني الحقيقة يمكن بالإضافة للشازلي يمكن تتكلم عليه في هذه النقطة تحديدا لكن مدينة العالمين الجديدة الحقيقة هي واحدة من أجمل المدن السياحية اللي ممكن تشوفها في حياتك المدينة تم تصميمها على أساس أنها تكون مدينة مليونية مش مدينة موسمية مدينة ذكية من الجيل الرابع بالإضافة لإطلالتها المميزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بمسافة تصل لـ 14 كيلو متر منذ بناء هذه المدينة كان مخطط لها أنها تستوعب أكتر من 3 مليون ناس ما ده معناه إيه؟ معناه شغل كتير بقى جدا معناه ترفيق ومعناه بنية تحتية معناه يمكن شغل كتير أوي عشان نقدر نخلي هذه المدينة هي مدينة شغالة طول السنة وتستوعب هذا الكم وهذا العدد من المواطنين طبعا وده كان جزء كبير جدا وعامل مهم جدا كان على الأساس تم اختيار هذه المدينة عشان يتعمل فيها هذا المهرجان أن هذه المدينة فيها عدد كبير جدا من المشروعات اللي تمت هنلاقي فيها 14 حي سكني على كافة المستويات هنلاقي فيها جامعات خاصة هنلاقي فيها جامعات هنلاقي فيها مستشفيات مناطق تجارية وخدمية على مساحة تصل ل5000 فدان ده غير طبعا أن فيها بقى مناطق كمان لوجستية ومناطق صناعية فيها تنوع كبير جدا في عدد من المشروعات اللي موجودة فيها الناس طبعا هذه المدينة مخطط لها زي ما قلنا أنها تستوعب حوالي 3 مليون نسمة وناس تقدر تعيش فيها طول السنة زي ما بنقول كده مدينة تصلح لعاشة طول العام مش بس مصفة جمعات صحيح يا شازلي يمكن كمان فيه سؤال تاني يعني إيش معنى هذا المهرجان تم إقامته في مدينة العالمين الجديدة بجانب مرة أخرى يمكن اللي شازلي كلم فيه فكرة أنه فيه مستشفيات وأنها مجهزة لأنه عشان يكون فيه مهرجان بهذا الحجم لازم هيكون فيه كمان وافدين ومواطنين بحجم كبير جدا وبرقم كبير جدا فهذه المدينة لازم تكون مؤهلة لو هنتكلم من ناحية طبية أو حتى يمكن من ناحية الطوارئ لو لقدر الله حصل أي حاجة لازم تكون مؤهلة على جانب آخر بقى كمان فيه مراكز مؤتمرات فيه فنادق هناك على أعلى مستوى الحقيقة يمكن اللي راح وشاف حتى شكل مباني الفنادق هناك هيبقى عارف ومتخيل كويس قوي اللي احنا بنحاول نشير إليه بمنتهى البساطة يمكن دي هي الأسباب اللي على أساسها تم اختيار مدينة العالمين الجديدة أنها تستقبل أهم وأضخم حدث ترفيه في مصر والشرق الأوسط اللي كان الحقيقة تجربة مهمة جدا 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 للترويج لمدينة العالمين الجديدة والسياحة الترفيهية في مصر بشكل عام عشان نقدر نستضيف ونستقبل مهرجان بهذا الشكل لازم نكون مؤهلين وقدرين نحن يعني نبرز شكل مصر بالشكل اللائق اللي يعني يكون على مستوى اسم مصر مش مجرد أن احنا يكون عندنا مهرجان وخلاص لا مهرجان إن كان فني إن كان ثقافي إن كان رياضي مصر أدرة إنها تنظم مهرجان بهذا الزخم وبهذا القدر ومش بس كلام الحقيقة يمكن إحنا ستنينا لغاية نهاية المهرجان عشان نستعرض مع حضراتكم كل ما تم في المهرجان وكل ما تم في مدينة العالمين الجديدة عشان تكون مؤهلة لاستقبال هذا المهرجان عشان نقدر إن احنا نستعرضه ده هيحتاجى يمكن حلقات كتير أكتر من حلقة حتى عشان نقدر نستعرض مع حضراتكم اللي حصل في هذه المدينة الكبيرة على أي حل بنصبح على حضراتكم مرة دانية صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا صباح الخير يوم أصر